ازاي اسجل صوت مطرب او فوكل? اهلا بكم في حلقات هندس الصوت تاني اه النهاردة هنشرح ببساطة ازاي اسجل صوت مطرب او صوت فوكل هيتكلم في مايكروفون دي اول حاجة هسجلها في ستوديو البيت بتاعي. قاعدة نمرة واحد اوعد خلي المطرب بيريح ويقعد. ليه? انت عندك دلوقتي المطرب لما بيجي يغني الحجاب الحاجز بتاعه بيتحكم في الرقة بدخل هوا وتطلع هوا. لو انت قعدت وانت اساسا قفلت الرقتين بتاعته وضغطت على الحجاب الحاجز فمش هيقدي نفس الاداء اللي هيقديه هو واقف. فاول خاطوة لازم تخلي المطرب واقف. احنا هنسجل اول مرة بمايكروفون دايناميك اللي هو المايكروفون دايناميك اللي احنا شايفينه دوت ده ده مشهور جدا انه هو يعني العظمة بتاعت الفوكل ده غالبا بيستعملون الناس في اللايف لان بيبقى على الكواليتي بتاعته كويسة جدا وفي نفس الوقت بيستحمل يعني اخبطه في الحيطة يرجع طيب اول حاجة انا بسبت على اللي انا شايفه دوت اللي بسموها العصفورة باين او حاجة اللي فوق اللي ايه اللي بتحط فيها الميكروفون دوت وفي وردة كده هنا بقفل عليها من من بحيس انها تسبت العصفورة دي في وضع معين وهدخل المايكروفون وهجيب الكابل جبت الكابل كابل اكس الار محترم طبعا هيبقى في اه ناحية مختلفة عن التانية ناحية ذكر وانتهية زي ما بيقولوا كده عندنا بالبالة دي اه الناحية اللي اللي في طريقة معينة هتوصلها بيها بالمايكروفون مش هتقدر توصل الناحية التانية بيها فهي وصلة واحدة هتوصل مش هتغلط مش هتقدر تعملها لو ما يعرفت اشتركبها ده معنا انها غلط فانا بوصل الجزء اللي هو في الفتحات دي بالجزء اللي فيه السنون بتاعت المايك وهتأكد ان الخرون كلها داخلها في المكان المناسب عشان ما ما اكسرش السنون اللي موجودة عندي موصلات بتاعتي اللي جواه المايكروفون خلي بالك وانت بتدخل البلاك ديت كذلك لما دخل الكابل الناحية التانية في الاوديو انترفيس. هدي قدامي الاوديو انترفيس متوصل بالكمبيوتر بتاعي فانا بوصله باليو اس بي اللي هو الكابل اللي بيتلاقيه موجود من وراء الاوديو انترفيس انا بستعمل فيه مدخلين اين ومدخلين اوت. آآ دوت آآ شركة محترمة دوت ممتاز جدا تمن ومش غالي حوالي تقريبا ميت دولار تقريبا. الاوديو انترفيس ده كمان فيه نيزة ان هو بتاعه وعارف لما بيقولك الكاميرا دي كان هو ده بالزبط نفس النوع في الصوت يعني بمعنى ادقة التفاصيل بتاعت الصوت الدقيقة بتتنقل فيه مفعوش مشكلة خالص بتاعه مية اتنين وتسعين كيلو هرتز آآ ده معنا ان هو بيعمل آآ مية اتنين وتسعين كيلو هرتز في الثانية الواحد عشان يحل القمم والقاع بتاع الموجة الصوتية نفسها فده آآ بصراحة ممتاز جدا وتما نرخيص جدا والكولاتي بتاعته هي ستوديوهات يعني آآ فعلا ممتاز جدا لو انا هبص على المدخل بتاع الوديو انترفيس عندي هلاقي في المدخلين اهمت واحد في زرار اسمه زرار اسمه دوت لو انت تخيلت ان دوت فتح الحنفية اوقف لها عندك في المطبخ كل ما تفتح الحنفية تنزل مية كتير كل ما تقفل حنفية شوية المية تقل اللي نازلة منها. هو ده بالضبط كده. الصوت اللي داخل منه اول اشارة اللي داخلها من المايكروفون بفتح واقفل على قد ما اقدر وانا هقول لكم بنفتح ونقفل على قد ما نقدر ليه علشان الصوت نفسه اما يوصل يبقى بنقاء معين ونبقاش عندنا اه الصوت اعلى من اللازم او اوطى من اللازم فلازم اتحكم فيه. اه تحت هتلاقي في زرارين تحت في زرار تحت كل قناة حاجة اسمها لاين وانسترومنت لاين انسترومنت يعني ايه لاين يعني ايه انسترومنت بتختار لاين لما انت بتستعمل مايكروفونات اخي بالك المايكروفون بيطلع اشارة صوتية عالية محترمة فيش اي مشاكل فيها تقدر تدخل وانت ده اه الصوت بيدخل بيبقى التفاصيله واضحة جدا وعالية فانت مش محتاج تكبير قوي في النقطة دي في الموضوع الصوت ده بتعالجه بس صوتيا عشان يتنقل الصوت من من الاوديو انترفيس الكمبيوتر. انما لو انت بتستعمل جيتار كويلات الجيتار بتبقى صوت هواطي حتى الناس اللي بتوصل جيتار الالكتريك مثلا بامبليفاير البيت او الهاي فاي بتاع البيت او التسجيل بتاع البيت. مش بيبقى صوته عالي طبعا لانا كنت محتاج تكبير لاشارة الجيتار المايكات اشارة بتاعتها ضعيفة. فانسترومنت ده بيدخلك على حتة تانية الاوديو انترفيس نفسه بيكبر الرسالة دي بياخد باله منها. فانا هستعمل طبعا لاين لانا هستعمل نمرة واحد الخانة نمرة واحد فاستعمل زي ما احنا اتفقنا واحنا شفنا في الجزء بتاع ان انا ركبت المايكروفون انا هركب الجزء الخاص بالاوديو انترفيس في دلوقتي واحد ادخله في الاوديو انترفيس. لسه الجين انا عامله على زيرو. يعني انه مفتحتش اي حاجة في الحنفية خالص. الناحية التانية قافل. على الاوديو انترفيس دوت دي حاجة اسمها مونتور. الزرار دوت لو انا مصاله بالمونتورات بتاعتي اللي انتو شايفينها جنب الشاشة ديت. المونتور ده ده بيعلي الصوت فيه ويوطي. بس انا هقول لكم احنا هنعمل ايه بالمونتور دلوقتي? اما نيجي نسجل. اه عندك زرار هنا عشان اوطي واعلي السماعة الهيتفون. ايه ده هو فيه هيتفون? فين الهيتفون? انا مركبتهاش. اه. لازم اوضح دلوقتي الهيتفون اللي انا هستعملها ايه? المطرب اللي هيغني محتاج يسمع صوته. محتاج يسمع صوته على ده. الراجل اللي قاعد في برة في الاستوديوهات اللي بيبقى في استوديو بيبقى قط التسجيل مختلفة عن قطة الميكسر. قطة الميكسر هيبقى فيها مونتور زي دوت ممكن الراجل مهندس الصوت يسمع من المونتور مفيش اي مشكلة خالص. مش هتقدر تحط مونتور زي ده جوه عند الراجل اللي بيتكلم بالصوت. ليه? لان الصوت بتاع المونتور هيدخل في مايكروفون ويرجع تاني ويلف ويرجع تاني ويبقى صوت بشع. فطبعا مش هقدر اشغل حاجة في الهوى المطر بيسمع منها صوته. فبستعين بالسماعات بتاعة الهيد فون ده. طبعا لو انت بتبني استوديو في البيت. وآآ يعني مش عايز تفع تمن المونتورز ديت. طبعا ممكن تستعين عنها بينك انت بجيب هيد فونز على طول حتى ما بتجي تعمل بتاعك تعمله على الهيد فون داية. آآ الهيد فون طبعا لانا هسجل بيها عشان آآ اعرف اسجل كويس لازم يكون لها مواصفات خاصة. الظهر بتاعها بيكون مقفول. الظهر بتاعها بيكون مقفول. فاو انت بتشتري الهيد فونز بتاعتك بتبقى بيسموها عاملة زي كوباية. شايف الشكل الكوباية دوت اللي هو بمخدات ده التحوط الودن بحيس ما فيش اي صوت يتصرب منها. لو انت بتسجل بمايكروفون حساس والمطر بلابس هيد فون بتصرب صوت هيطلع صوت التسريب دوت في المايكروفون ولا هو بيسجل بيه. فانا مش عايز الكلام ده طبعا. فدايما بخلي الهيد فون بتاعتي او يسموها بتبقى ديت الاستوديوهات بتستعمل دايما النوع دي. طبعا النوعات دي هتلاقي فيها اسعار من عشرة دولار وانت طالع يعني لغلاغات آآ 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 طبعا السماعات اللي بتبقى بتاعتها كويسة اذكر منها آآ بتاع الاستوديوهات وبتاع الازاع والتلفزيون دايما تلاقيهم الناس بتاعت الكاميرات آآ لابسينهم في في جدنهم عشان آآ يسمعوا تعليمات المخرجين مسلا آآ آآ دي من اشهر المركات اللي بفعلا بتحطها على ويدنك بتسمع تفاصيل الصوت بدقة وما بتصربش برا آآ السماعة حاجة خالص آآ يعني السماعة تمنها يعني فوق المية دولار يعني آآ لو انت هتشتريها جديدة فطبعا آآ غالية شوية ولكن هي آآ الكواليتي بتاعتها كواليتي ستوديو. مش هتعرف تاخدها طبعا في الشارع لانها ضخمة جدا بس آآ هي فعلا الكواليتي بتاعتها ممتاز جدا وبتستحمل وقت طويل اول. طيب انا هوصل السماعة الهيت فون بتاعتي دلوقتي بالاوديو انترفيس. بوصل السماعة. وهبتدي اسمع من الصوت اللي هيطلع لي من الهيت فون دوت المطرب هيسمع ايه? ابتدي اجاهز نفسي بالهيت فون دوت. طبعا زي ما احنا اتفقنا لو انا بسجل في نفس القوضة مش هحتاج لازم قطفيه. فتحت السوفت وير بتاعي اللي هسجل بيه هو اسمه هنا لوجيك برو اكس. اي سوفت وير في الدانية بتقدر تسجل بيه من ال دي اي دا بلو. فهم هيتشابهوا كلهم في كل حاجة زي ما هنشوف دلوقتي. لو انا انا اساسا لما تعلمت اتعلمت على برنامج اسمي بس بعد دفت استعمل كل انواع اللي انا استعملتها قبل قبل كده فما عنديش مشكلة خالص ان انا استعمل اللوجيك اكس اللوجيك برو اكس وبعدين كمان الانترنت موجودة الدليل بتاعه موجود اليوتيوب موجودة فاتعلمت حاجات كتيرة قوي. آآ صرعت من ان انا اشتغل ازاي على دي. فانا اخترت ان انا هعمل مشروع فاضي اول هسجله يعني راجل بيتكلم آآ ميكروفون يعني واحد حطيت حاجة قدامي هيتكلم طيب عملت فعمل لي اول نزله لي هو دوت انا طبعا انا عايزي اضيف تراكات هنا ممكن اضيف زي ما انا عايز العدد اللي انا عاوزه من التراكات بس انا هركز على اول تراك بس اسجله وبعد كده ممكن نسجل حاجة تانية معاه. آآ عندي على التراك دايما هتلاقي تلات حروف موجودين. واحد اسمه ام واحد اسمه اس وواحد اسمه ار. التلات زرائر دول هتلاقيهم في كل السوفتوير يما يحط الاسم كامل يما يحط حرف بس غالبا اما اس و ار دي هتلاقيها حتى كمان على الاجهزة اللي انت بتشتريها كمكسرات يعني جهاز المكسر نفسه لو انت اشتريت مكسر هتلاقي على كل التلات حروف دول. يعني ايه ام واس وار ام يعني ميوت يعني وانا بعزف اطفي التراك ده. انا سجلت صوت المطرب وشوية الات وشوية مش عارفية الكلام ده كله. انا عايز يسمع صوت المطرب بس. اطفي كل الالات او اطفي الاتين تلاتة او عايز اجرب صوت من غير صوت المطرب مسلا او من غير صوت الة واحدة. فانا بقفل التراك دو. اس يعني اقفل بقية التراكات بيسهلك بقى. يقول لك اقفل بقية التراكات مع هذا التراك دوت. وانت بتزيع يعني كل الكلام ده وانت بتزيع وانت بتشغل عشان تسمع انت سجلت ايه? اربقة هي مرسومة بالاحمر الخفيف كده. بمجرد ما هضغط عليها هتحمر خالص وتنور وتطفي كده ده معناه خلي بالك. لو دست الزرار بتاع تسجيل فوق دوت هيسجل على التراك ده. اوه هتكون عليه حاجة وانت هتسجل عليه. هتبقى مشكلة. لا بس طبعا فيه يعني انا ممكن ادوس يعني من الايديت بتظهر الاندو اللي هنا ده ده وساعت بقول لك انا كانت انا ما عنديش حاجة عمالة. ولكن اه لو انا سجلت على حاجة بطريق الخطأ ممكن اعمل اندو للتسجيل اللي هنا انا عملته ده فيش مشكلة. طالما احنا في عصر احنا بقى عندنا كل الامكانيات ان احنا نتحكم في بتاعنا. الميكروفون متوصل واخونا المطرب هيغني معانا. فانا دلوقتي الله امر في الاشارة انا مش شايف اي حاجة هنا لا بتنور ولا تطفي غير الاردية. لازم اختار الاول بتاعي. انا احطه بالانبوت بتاعي نمرة واحد. فانا هو مش اتنين ده واحد. فانا دلوقتي الامبوت واحد لما المطرب حيبتدي يتكلم في الميكروفون شوفه الصوت ابتدى يظهر علامة خضرة هي. طيب ابتدي بقى افتح الحنفية. افتحها مسلا حوالي حنفية الجين هفتحها حوالي مسلا نسبة اربعين في المية. يعني كأنها ساعة عشرة مسلا بالليل على لو شفت الدايل كده بتاعه او الوش بتاعه كده كأنك الساعة مش مشاورة على الساعة عشرة ايه. فانا لو بصيت ان انا الاشارة بتاعتي شايف الاشارة طالعة خضرة وما بين تلاتين آسف دي تلاتين دي ولا ايه? اه تلاتين ما بين تلاتين وما بين اربعة وعشرين. يعني ايه تلاتين واربعة وعشرين وعشرة وتسعة وتمانية. دي بالديسيبال. زيرو ده اللي فوق دوت لو انا الصوت عالي عن الزيرو دوت خلاص هيجي عندي هتلاقي نورت عندي احمر هنا ويجي عندي صوت لو انت رجعت تاني والانالوج هيقول لك بعد مرحلة معاينة الصوت اساسا بتحور ويبقى مقعور كده خلص ويطلع صوت وش فانت وانت بتسمع صوت المطر بتحسين يقول لك كده هي السماعة بايزة ولا ايه السماعة مش بايزة ولا حاجة او الراجل هو على صوت التسجيل لدرجة ان الصوت شنشن وانت بتسمعه فبقى حاجة اسمها كليب حاجة اسمها كليب هنعمل دلوقتي وهسمعكم صوت بتاعة الكليب ده هتبقى عاملة ازاي اه شوف الصوت انا عندي هنا ما بين تلاتين لاربعة وعشرين احنا اتفقنا ان احنا عايزين زيرو دي اخر حاجة ما نوصلهاش يعني لو وصلت الزيرو هيحصل عندك ده فلازم دايما كل الاشارة بتاعتك تبقى لتحت هنا طيب ما انا ممكن اوصلها يا عم عليها دي بقى لغاية تحت الزيرو بشوية كده عشان ايه نطلع صوت المطر باوضح حاجة عام لأ بس اسمعني بس عشان انت بس يعني لسه بستعكل انت لما هتسجل على الكلام ده احنا اتفقنا ان اشارة عبارة عن مستطيلات 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 متسجلة جنب بعضها لما هاجي بعد كده او عملها اشارة انالوج عشان احطها عالشريب بقى عطا عالتسجيل بتقلازم اقلبها تاني انالوج عشان تبقى اتراكات على السي دي واخد بالك اما يجب اقلبها تاني انالوج بيبقى فيه برنامج بيعدل الاشارة دي هيعملها نعمة عشان يطلع الصوت كويس لو عملتها نعمة يا عم بيروح عامل القمة بتاعتها يعلي شوية عن الليفل اللي متسجل بيه فانت تيجي بعد كده ساعتك مسجلها وزابطها على الزيرو خالص في الميكسو بتاعة وتيجي تسمعها على تسجيل عادي في البيت او تسمعها على الهاي فاي او التسجيل العربية او اي حاجة بتغيز بالا انت الله ازاي ده انت الصوت كان واضح جدا في الستوديو والمونيتورز بتاعتي جايب الصوت حلو بس لما نقلتها على تسجيل عادي بتسمع الصوت في ده معناه انك انت مسجلها اعلى من الليفل اللازم دوت فعشان كده المهندسين بتوع الماسترينج الناس اللي بتشتغل في الماسترينج اللي هو بتعدل في الاخر كل التراكات مع بعضها وتزبط صوت الليفل بتاع السي دي كله على بعضه كل الاغاني تبقى على بعضها دافس العلو مش تيجي تلاقي عمرو دياب صوت المطرب خاسس في اغنية وضعيف والصوت التاني عالي دي هتلاقيه في الشرائط القديمة كل الشرائط اللي في السبعينات لو سمعتوها هتلاقي الماسترينج للتمانينات لما بدأت الموجة الشبابية دي جرب تسمع التسجيلات دي فتلاقي اغنية عالشريط وطي قوي واغنية عالية واغنية صوت الالات اعلى من صوت المطرب انا ممكن هطلع يعني مش عايز اقول الاسامي يعني مطربين مشهورين قوي الاغاني بتاعتهم كان فيها الغلاطات الكبيرة دي في المكس لما كانوا بيعملوا الاغاني دي في اواخر السبعينات اوائل التمانينات طيب الحل ايه يا ابو حميد عشان ام اه الصوت بعد كده ماجه اسمعه على التسجيل العادي يطلع حلو الناس كلها هتسمع على تسجيل عادي مفيش حد هيسمع ابدا على على مونيتور بتاع ستوديو صح كده ولا مصحش طيب الناس هتسمع في تسجيل العربية هتسمع على لاتفون بتاعهم الحل ان انا اسجل دايما الاشارة بتاعتي ما بين ناقص عشرين وما بين ناقص انا هقول مسلا تسعة يعني من ناقص عشرين ناقص تسعة مش عايز ده اوصل حتى ستة يعني ناقص ستة ده انا هسلمها للراجل بتاع اما يبقى كله متزبط على ناقص ستة هو بقى يبقى عنده ستة دي سبيل يشتغل عليهم براحته من ناقص ستة لغاية زيرو انا بالنسبالي في اول عندي هاخده من عشرين او تسعتاشر لحد مسلا اتناشر يعلى عنه بشوية فانا شايفين الاشارة عندي هي ده لسه تلاتين فانا عندي حاجة عالية طيب بص بقى لما هعدي شوية الاشارة خدت بالك على الجهاز بتاعي باين علامة خضرة حوالين اللمبة كده حوالين المفتاح بتاع الجين دي خضرة كده طول ما هي خضرة حلوة قوي انا مستمتع زودها بايت خمسين في المية شوف الاشارة جاية عندي من ناقص تسعتاشر اللي انا بتكلم هو لغاية ناقص تناشر هي دي حلوة قوي كده هل ممكن ازود سنة ممكن ازود سنة انا هسمعك في الاخر اما هسجل التسجيل هيبقى عامل ازاي بقى ستين في المية دلوقتي بدأ يظهر عندي فلسفر بدأ يظهر عندي ودخل على النقص ستة طب عالي شوية كمان خمسة سبعين في المية شجرة اه دخل في اللحمر شجرة المزطرح ده يا حلوة وانت بتسجل مع المطرب للحمر دوت شايف اللحمر عامل يطلع فوق ده لو دخلت كمان تحت كمان اكتر نعنى شوف كمان حتى الاوديو انترفيس بنور لك احمر ايه واحد سجل لو سجلت دلوقتي انت حتسجل ديستورشن اه لو انت خدت تيك دوت بالمنزر دوت كده طبعا المطرب مش هيجي تاني انت هتسجل مرة واحدة طبعا ده مش هيبوز الجهاز الا جهزة مش هتبوز يعني ولكن هتسجل صوت مشاوة واخد بالك فتيجي بعد كده ساعتك بعد ما اما المطرب روح وانت بقى عادت تاخد كوباية شاي بقى في الستوديو بتاعك وعملت دور انت عملت ايه هتبقى طبعا عاملة مهببة لانك انت سجلت صوت الراجل مش هيعجبه صوت وده خالص ومش هتقدر تعمل بيه حاجة لو سجلت الصوت في مش هينفع يتعدل يوطى مسلا بعد بعد ما خلصت خالص لا ما بيوتاش في حين الصوت الواطي انا ممكن اعليه سنة يعني في وسائل كتيرة في الستوديوات اقوي الصوت الواطي مش اضاعف الصوت اللي تسجل طبعا شايفين الليفل عامل ازاي? مستحيل هسجل بالمنزر ده. رجعنا النص تاني ونبدأ من النص. نعنى على الجنين المسجي في حيضانه. ممكن ازوده شوية. مسلا لما تبقى ساعة واحدة ونص كده. شجر ال اه كده بيوصل ناقص ستة اخر حاجة. بس بيوصل غالبا ما بين ناقص تمنتاشر وما بين ناقص تسعة حلو قوي. شجر المزطرح ضل على عيدانه. هسمعك بقى الفرق ما بين تسجيل وما بين التسجيل العادي. ده التسجيل العادي الجميل اللي احنا الليفل بتاعنا تحت دايما الليفل بتاع الديستورشن. هسجله دلوقتي. نعنى على الجنين المسجي في حيضانه. شجر المزطرح ضلل على عيدانه. هقفل. وهعمل ده ميوت. انا مش عايز يزيع معايا تاني. لما ما اجي اركب آآ تراك تاني. هدخل تراك تاني دلوقتي. اوديو برضو. ادي التراك نمرة اتنين. ايه ده بس خلي بالك. التراك نمرة واحد هو بس الاعمال الصوت عامل يطلع عليه الايوة يا عمم انا عشان لسه دايس الزرار هنا. فانا معناه مهما سجل عيسجل على ده. دلوقتي لو انا سبت دوت وروحت دايس ده الار. وفصلت الار دوت. وهشغل هنا الامبوت نمرة واحد برضو. هتلاقي ان التراك التاني هو دوت اللي بيسجل. هعمل لك بقى دستورشن عشان تسمع احلى دستورشن في الدنيا. نعناع الجنين المسجي في حيضانه شجر المزطرح ضلل على عيدانه. خلصت التسجيل طبعا يا عم اسمع بقى يا باشا احلى دستورشن. انا قفلت الاولين يميوت فهي هسمع التاني. اسمع بقى الصوت عامل ازاي? اسمع بقى احلى دستورشن. انا هقفل الريكورد عشان ما ياخدش صوت من بره. في حيضانه شجر المزطرح ضلل على عيدانه. اسمع بقى صوت العيانة الاولانية. هعمل ده ميوت. وهفتح الاولاني نسمع الاولاني قال ازاي? نعناع الجنين المسجي في حيضانه شجر المزطرح ضلل على عيدانه. طبعا فرق كبير بين العينتين. فانا لما هسجل دايما هخلي الجين يا دوبك على قد المقدار اللي يوصلني للصوت الكويس اللي انا هوصله من غير معمي الكليب للتراك. عظيم جدا. المايكروفون الكوندنسر. المايكروفون الكوندنسر. انا شلت العصفورة اللي كانت فوق ده اللي هي بتحط فيها ال косفور انا مش هتلزامني في الكوندنسر. ليه وانا هستعمل ايه في الكوندنسر? هشوف دلوقتي انا هستعمل ايه معايا؟ بس ده او جهاز التعليق دوت. جهاز التعليق ده عبارة عن ايه؟ عن حلقة من جوة. وحلقة من برة. الحلقة اللي من جوة دي مربوطة بخصاتك? وبيدخل منها المايكروفون اللي هنا متعلق بيها فالمايكروفون بيبقى متعلق بالاساتيج دي والتثبيتة بتاعتها اللي من بره دي انا بسبتها الحلقة البرانية بتتثبت في الستاند بتاعي طب انا بعمل كل الهيصة دي كلها ليه هقول لك دي دي وقت الهيصة دي انا بعملها علشان المطرب وهو واقف الحركة بتاعت رجليه اتدب على الارض الخط في الهز الستاند نفسه ما يقصرش على كوالة التسجيل يا سلام هيقصر على كوالة التسجيل ازاي يعني ويعني خلاص يعني حساس قوي اه المايكروفون الكوندنسر بيبقى حساس قوي فانا عملت كده وروح تقافل على الجهاز دوت وابتدي عمله بالوضع اللي انا عاوزه على اساس انه هسجل دلوقتي بمايك كوندنسر اما بوصل لدرجة التعليق اللي انا عاوزها هنشرح الجزء ده بيعمل ايه بعدين دلوقتي اما نخلص نحط المايك بتاعي هستعمل المايك بتاعي الظريف دوت المايك رود المايك انتي وان اي المايك انتي وان اي ده المايك بتاعي ده مايك ظريف جدا هو ما فيوش اي حاجات فيش اي لعب ولا اي مفاتيح ولا اي زرائر بس المايك دوت اه اثبت نفسه في السبع سنين الاخيرة رغم انه مش غالي اه يعني اعتبر ده افضل مايك بالنسبة للبوجت اللي معاه بوجت الليلة ومحتاج مايك يدي المايك الرود هركبه على او التعليق نزام التعليق دوت اتخيلوا ان هو تعليق عربية يعني طب انت شمعنا ماسكو وانت بتقفل المفتاح اللي تحت ده هقول لك ليه دلوقتي المايك ده في علامة في علامة فضة كده في المقدمة بتاعته العلامة الفضة اللي في المقدمة ديت دي معناها ده الوش بتاعة التسجيل الناحية التانية زي ما احنا تفقنا هو كارديويد كارديويد يعني شكل القلب شكل القلب من وره ما فيوش حاجة مش هيسجل اي حاجة جاي من وره عشان كده الناس بتستعمله عشان بيسجل الجزء اللي هو بيبقى موجود اقوى حاجة اللي هو جزء بتاع الراجل المطرب اللي واقف في الاول دوت الجزء اللي ورا ما بيتسجلش الارتداد اللي جاي من الصوت من الحيطة او كده فبيطلع صوت نقي جدا بدون الاستعانة يعني بحاجات طبعا الافضل ان انا استعين بحواية معزولة صوتية ورايا او احط الحاف او بطنية صوتية بحيس الصوت يخش ما يرتدش تاني ويرتد ورايا تاني ويخش تاني فطبعا عشان اسجل صوت احترافي جدا لازم القوضة بتاعتي تبقى معزولة صوتية ما فيش صوت بيرتد من الهدوم خالص لبالذات لو كان الدولاب يعني راجل غني وعنده بيدل كتيرة في الدولاب فبيرتد الصوت منها خالص وبيستعملوا دوت في البيت في التسجيل التراك بتاع الصوت بس يعني طيب ايه بقى البتاعة دي عام احمد اللي وقف احنا شرحناها قبل كده ان حاجة بسموها حرف البي والب دول اساسا في اللغة الانجليزية او في العرب بتاعتنا بيطلعوا طاقة هوا طاقة الهوا دي ما بتعديش ورا الفلتر ده الفلتر ده عليه خامة كده عامنا زي الشرابات الستاتي يعني خامة رقيقة جدا من النيلون وبتوقف البوب فلتر ده طب ليه فايدة تاني اه ليه فايدة تاني انت رشافت خدت بالك هو ده متركب جاهز يعني هو الجاهز متركب المسافة اساسا بين ال بين المايكروفون وبين البوب فلتر بتحكم فيها عن طريق اه مفتاح كده ان انا اسبتها طب ليه بقى لو انا سبتها قريب من المايكروفون بيطلع الصوت دافي بالنسبة لصوت المطرب يعني الاغاني بقى العاطفية والناس اللغاوية تهمس في الاغاني يعني نجاة الصغيرة بقى بتاع اه ولو حطيته على المستوى دوت بيبقى الصوت عادي اغنية اللي هو عادية فالمطرب دايما عارف المسافة اللي هو هيوقف فيها ما يوقفش بقى هو عمال ينغم ويبعد ويقرب لو بيعد وقرب من الميكروفون طبعا بيطلع لكنت كمهندس صوت لفلاد مختلفة اه 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 ضبط الصوت اساسا ضبط الصوت اساسا فيه عامل كتير قوي على المطرب او المؤدي اللي بيقدي الاداء دوت فطبعا الاحساس بمكان المطرب من الميكروفون عليه عامل كبير جدا في جودة تسجيل انت مش عايز مطرب يفضل يبعد ويقرب كمان حتى الناس اللي بتغني في الحفلات والكلام ده في السقافة استخدام كمان مش اي حد يقدر يستعمله لازم يكون فاهم صوت بالذات المطربين الكبار بيعمله الكلام ده بيبقى دايما محافز على مسافة سبتة ما بين مصدر الصوت بقوا ما بين الميكروفون واحيانا لما يحب يعمل يعني مواله بتاع بيبعد شوية عشان الصوت يبقى فيه يعني ماشي في الهواء عامل شوية ايكو اه ظريف كده وبتاع ويقرب وبعد ما مش ياكل الميكروفون بقى يعضه يعني لا طبعا بيبقى فيه مسافة قريبة من الميكروفون ما بيتعدهاش لا بيقرب ولا بيبعد لان لو قرب الميكروفون هيصفر واقامل اسوات ديستورشل ولو بقعد الصوت مش هيوصل واضح الراجل زبط اساسا مهندس الصوت زبط القناة بتاعت الصوت بالزبط على زبطة معينة فهيبوزها له المطرب خالص يعني فغالبا بيحافز على نفس المسافة ودي بيبقى ثقافة الاستخدام الميكروفون وغالبا المطرب كمان بيبقى قدامه بيسمع صوته اساسا الناس سمع ايه فطبعا عارف لو قرب ولو بقعد الصوت بيبقى عامل زي بيسمع بالزبط اللي بيطلع بره ايه فطبعا ده مهم جدا انك انت بتحافز على المسافة اللي انت عاوزها ممكن تقرب وممكن تبعد على حسب الصوت وكواليتي الصوت اللي انت عاوزه الواجب بقى بتاعك لو انت بدأت معانا تجهز نفسك في حاجة زي كده انك تجرب تأسير لتنين يعني ما تقرب وتغاني اغنية ايه الاغاني اللي بينفع فينها الصوت قريب وايه الاغاني اللي بينفع منها مصدر الصوت يكون بعيد عن المايكروفون وبتالي ده هيخليك تجرب بنفسك وتعرف لان مهما قلت لك انا بشرح لك بس الاساسيات اللي توصلك الصوت يبقى كويس بعد كده التجربة نفسها بتاعتك هي اللي هتخليك تحس انت المفروض تعمل ايه والمفروض بالزبط ايه اللي توصله من التسجيل بتاعك والتراك بتاعك يطلع افضل تراك وصلت المايكروفون الكندنسر بالاديو انترفيس زي ما عملت بالزبط مع المايكروفون الديناميك بس في حاجة واحدة بس هعملها شايف في زرار عندي مكتوب عليه تمانية واربعين فولت الزرار اللي مكتوب عليه تمانية واربعين فولت ده انا هدوس عليه لان دوت هيخلي شحنة من تمانية واربعين فولت هتروح للمايكروفون لان المايكروفون جواه دوائر كهربائية محتاجة الكهرباء ليه بس بس طب انا لو انا شغلته مايكروفون وحطيت التمانية واربعين فولت دول ولا هتفرق حاجة خالص. الميكروفون مش هتأثر ولا حاجة ومش هتفرق حاجة خالص. فأنا بوصل التمانية واربين فولت دوت آآ عادي فيش مشكلة فانو بطفي بس وقت ما انا هستعمل مايكروفون داينامك انما مايكروفون الكندنسر لازم باور هتخش له او على الهال لالمايكروفون اللي انا هستعمله فيه بعض الميكروفونات بتشتغل ببطاريات وفيه بعض الميكروفونات بتشغل بقى اقل من كده فولتات بس الفولتات حتى لو انت اديتو تمانية واربعين وبيشغل على الاتناشر هياخد بالاتناشر ويرمي الباقين فما تقلقش مش هيبوز الجهاز ولا حاجة خالص ولا هيبوز المايكروفون الدايناميك لو انت استعملتو مايكروفون دايناميك معه. التمانية واربعين فولت دول لو انا بصيت حتى كمان تحتهم في حاجة اسمها دايريكت مونيتورين. ايه دايريكت مونيتورين ده? انت بتعمل به ايه يا محمد دوت? اه لو انا بستعمل جيتار لو انا دخلت صوت الجيتار على الاوديو انترفيس. الجيتار على ما بيوصل صوته للكمبيوتر بياخد اجزاء من ملي من الثانية على ما يبتدي البروسيسور بتاع الاوديو انترفيس يحوله لديجيتال والديجيتال يوصل للكمبيوتر فبياخد اجزاء من الثانية. الاجزاء من الثانية دي بتسبب للعازف لخبطة. يعني هي يعني طبعا الاجهزة الحديثة ده وقت بعد ما الكمبيوتر بقت سريعة والاجهزة بتاعت الاوديو انترفيس اسرع. ما بقاش تحس قوي. يعني انت ما بقيتش تتحس قوي لو انت زبطت زبطها معينة للسرعة بتاعة المعلومة او سرعة اللي بتتنقل الكمبيوتر. اه ولكن لازال لو انت مش عايز حتى كمان الكلام دوت بتستعمل حاجة سمعها ان لو توصل بالسماعات او على طول بيوصل لك الصوت طالع من هنا. مش 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 بيدخل الكمبيوتر اول ويطلع. فبتاخد عينة من الصوت طالع هنا فالراجل اللي بيعز بيطار بيسمع بالزبط اللي هو اندخله. طبعا لو انت بتستعمل بس افكتات على الكمبيوتر. لو الكمبيوتر نفسه في افكتات. طبعا مش هتسمحها لانك انت اواخد الاشارة قبل ما توصل الكمبيوتر. فدي طبعا هتعقوق راجل عازف اللي هو بيشتغل. انما اللي هو بشتغل بمالتي افكت برة ومدخل الصوت جاهز على الكمبيوتر عن طريق اللي هو النقطة المدخل اللي هو هنا دوت. ده خلاص هو الصوت داخل اساسا فيه وفيه وفيه فبيسمعوا عادي فانت بتشغل ده الراجل ممكن يسمع الصوت اللي داخل الجهاز قبل ما يتعالج في الكمبيوتر ونأخره التأخير دوت بحيس العازف يتلخبط. واشوفكم الحلقة الجاية من حلقة جديدة من حلقات التسجيل وهندسة الصوت. اشتركوا في القناة